اهلا بكم فقرات مساء الاغبار وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك والنهاردة هنتكلم عن موضيع وتوقعات مهمة جدا ليلة عبداللطيف اول مرة تتقال على القناة لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيهات واتبعونا في الجديد وتدوسوا لايك وشير تلمع بعد نشوف ايه التوقعات الجديدة فجرت سيدة التوقعات ليلة عبداللطيف مفاجأة في برنامج سبوت اون عبر اثير ازاعة صوت لبنان ده برنامج ازاعي او راديو في لبنان مع الاعلامي رالف معتوق حين اعلنت رغبتها في الترشح للانتخابات النيابية المقبلة وسألت هل من المشكلة في ذلك وهل من الضروري ان اكون دكتورة او مهندسة اترشح لتضيف بالطبع افوص في الانتخابات بفضل محبة الناس ليه وعن الاستحقاق الانتخابي اكدت انه سيحصل والمنافسة موجودة لكنها تمر على خير وكشفت حاجات مهمة جدا متقلقوش فيه توقعات كمان جديدة لكن فيه موضوع مهم جدا وقالت ان السبب خلافها مع قناة البي سي اي كان مدي لفتة الى انه كان هناك توجه لخفض راتب ليلة عبداللطيف بتاخد حوالي 90 الف دولار في السنة وكانوا عايزين يخفضوا المرتب ده للنص يعني كان عايزين يدوها 45 الف دولار في السنة فهي مقبلتش ولم تنكر ليلة عبداللطيف ان فيه اشخاص دخلوا على خط المفاوضات وحاولوا جس النبض لكي تظهر ليلة رأس السنة عبر شاشة قناة البي سي اي كلنا عارفين انها طلعت على قناة الجديد مع الاعلامي نشان وقالت الحلقة اللي انا كنت طلع قبليها مع توني خليفة عبر الجديد كانت مجانية وخلال الحلقة اطلقت ليلة عبداللطيف مجموعة توقعات جديدة على هذا البرنامج الازاعي قالت حريق على احدى الشاشات يصير ضجة اعلامية وفي افتتاح مركز جديد للتوحد في لبنان بدعم من وزارة الصحة والتبرعات وعملية سطو في قعد المصارف وقتلة وجرحة في عملية توقيف للمتورطين والشموع تضاء في وسط بيروت وتعلو ازان المساجد واجراس الكنائس لحدث مهم ويشهد وسط بيروت تحركات غاضبة والانظار والاعلام على عين التينة وحركة امل في قلب الحدث تعاطفا مع الرئيس نبيه بري وايضا قالت سيتم القبض على شخصية لبنانية بارزة بقضايا فساد واختلاص ما العام واكثر المناطق اللبنانية يلفها الحزن والحداد لحدث معين وسينعم لبنان بالهدوء ولا حرب اسرائيلية او اقليمية لبنان مقبل على ازدهار الحرب هتكون خارج لبنان وفعلا ده حصل بان دلوقتي اسرائيل مشغولة بالحرب مع فلسطين الانظار والاعلام على اللواء عباس ابراهيم وهو حديث الناس حدث مؤسف في احدى المناسبات وقتلة وجرحة وفوضى وفاة وزير بشكل مفاجئ هذا العام استثمارات في لبنان والاقتصاد اللبناني الى تحسن تدريجي والحياة تعود الى وسط بيروت ابتعد بعض الاسماء المقربة من الرئيس سعد الحريري عن الوجهة السياسية والاعلامية وهناك وزراء لن يكونوا في المشهد السياسي يد الغدر اتطال احدى الشخصيات السياسية لا خلافات بين طيار المستقبل والقوات اللبنانية والمرحلة اللي جاية هتكون قوية بين الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع الدكتور نادر صعب براءة والنجاح حليفه الدائم وسيجغل اسمه الاعلام مرة اخرى ولكن بتكريم في فرنسا وامريكا عودة سلطان الطرب جورج وصوف في حفل غنائي في وسط بيروت خلاف روسي ايراني كبير يظهر الى العلن ويشكل مشكلة على الساحة السورية ورغم تواجد الجيوش والتنظيمات كثيرة على الاراضي السورية غير ان سوريا الغد لن يحكمها سوى السوريين وده توقع مهم جدا وكويس جدا وهتكون سوريا خالية من الغرباء وشعبها موحد تحت شعار عزرا سوريا اهدناكي مكان الوردة سكينا والرئيس بشار الاسد يصدر عفو عام عن بعض المساجين اللي شاركوا في معارك ضد قوات النظام السوري دي كان بعض من توقعات ليلى عبداللطيف اللي تقالت خلال لقاءها مع الاعلامي رالف معطوق على برنامج سبوت ان عبر اثير زاعت صوت لبنان منتظروا مننا توقعات اكتر لسيدة التوقعات والالهام ليلى عبداللطيف خلال الايام اللي الجاية وايضا عن ميشال حايك وغيرهم ما تنسوش تشتركوا كل سنة حضراتكم طيبين وطبعا نتمنى السلام والخير لدولة فلسطين الحبيبة وان شاء الله كل حاجة سيئة بتحصل دلوقتي تنتهي وهم حاجة ان العرب يتحدوا ويشكلوا ضغط على اسرائيل بشكل ما لان الموضوع تتحسن كل سنة حضراتكم طيبين النهاردة اول يوم عيد في عيد الفطر واتمنى لكم كل السلام لكل الدول العربية شكرا واستنونا في فيديو تاني وفيديو جديد وتوقعات جديدة على قناة مساء الاخبار